بعد ما نخلص فترة البحث على المنتج ونطلع بفكرة المنتج اللي احنا هنبيعه على امازون وبعدها هندخل على مرحلة تصنيع المنتج ده ونتواصل مع مصانع ونطلب منهم ان هما يصنعونا المنتج وبعدها هندخل على تالت مرحلة ودي من اهم المراحل في البيع على امازون اف بي اي وهي عمل الليستنج اللي هي صفحة المنتج على امازون الليستنج بيكون فيها كل المعلومات الخاصة بالمنتج اللي احنا هنبيعه زي مثلا السور والوصف الخاص بالمنتج واسم المنتج واي تفاصيل تانية ليها علاقة بالمنتج ده فمهم جدا ان الليستنج اللي هنعملها دي تكون معمولة بشكل احترافي وتكون مكنعة للعميل بما فيه الكفاية عشان نقدر نحقق مبعات كويسة من المنتج اللي هنبيه فعشان كده في الفيديو ده همشي معاكو خطوة بخطوة عشان نعمل الليستنج الخاصة بالمنتج ونرفع اول منتج لينا على امازون وكمان هشارك معاكو اهم الاسرار والتركات اللي موجودة في الليستنج اللي من خلالها هتفرق معانا بشكل كبير ان شاء الله في المباعات عشان نرفع المنتج على امازون ونبتدي ان احنا نعمل الليستنج ففيه خطوتين لازم نعملهم الاول اول خطوة وهي اننا نبحث على الكلمات اللي العملة اصلا بتستخدمها عشان تبحث على المنتج بتاعنا فاول حاجة محتاجين ان احنا نجمع الكلمات اللي العملة بتبحث عن المنتج بتاعنا بيها وبرضه الكلمات دي اللي المنافسين بتوعنا مستخدمينها في اللاستنج وبعد كده هنروح على تاني خطوة وهي اننا هنستخدم الكلمات دي وهنعمل وصف المنتج بتاعنا من خلال الكلمات دي وهسيب لكو برضه في الوصف ده لينكات لفيديوهين مهمين جدا اول فيديو شرحت فيه ازاي ان احنا نعمل الكيورد ريسيرش او ازاي ان احنا نبحث على الكلمات اللي العملة بتستخدمها عشان يقدروا ان هم يبحثوا على المنتج وبعد كده يشتروه وتاني فيديو شرحت فيه ازاي ان احنا ممكن نستخدم الزكاء الاصطناعي ان احنا نعمل وصف كامل لمنتج على امازون باستخدام الكلمات اللي احنا عملنا بحث عليها انا عبدالله شام ببيع على امازون اف بي اي في السول الامريكي وهدفي من القناة هنا ان انا اشارك المعلومات اللي تساعدنا ان احنا نبني بيزنس ناجح على امازون اف بي اي ويلا بينا عشان ما نضيع شواء المنتج ده انا هستخدمه كمثال ان انا عايز اعمل لستنج مثلا وابتدي ان انا ابيع المنتج ده فاول حاجة هنروح نعملها ان احنا هندخل على الحساب بتاعنا وبعد كده هندوس على المينيو من هنا وبعد كده هندوس على كاتالوج وبعدها هنختار add product وهنوصل في الصفحة اللي احنا موجودين فيها وبعد كده هنختار الحاجة اللي موجودة هنا اللي هي اسمها ودي معناها ان احنا عايزين نعمل لستنج المنتج لسه اصلا مش موجود على امازون يعني ان احنا عايزين نعمل لستنج جديدة وبعد كده امازون هتسألنا ايه هي الكاتيجوري او فئة المنتج ده طيب في الحالة زي كده انا بحب ان انا اروح على المنافسين اللي بيبيعوا المنتج بتاعي فهندخل مثلا على اكتر خمس منافسين بيعملوا مبيعات من المنتج ده وهندخل على اللستنج وننزل لحد ما نوصل للproduct اللي هي هتبقى موجودة تحت خالص اللي هي الحتة دي هنلاقي هنا اول حاجة ان هما موجودين في الكاتيجوري اللي اسمها والصاب اللي هما موجودين فيها او الفئة هي اسمها فود كونتينر ست فهندخل على خمس منافسين ولو لقينا ان المنافسين بيبقوا موجودين فيها فخلاص انا هاخد الصاب كاتيجوري دي بعد كده هاجي اكتبها هنا وبعد كده هعمل سرش هنلاقي امازون بتقول لنا ان فيه اربع فئات او واربع كاتيجوريز ممكن ان احنا نبيع فيهم اول واحدة مثلا هومان كيتشن بقى كيتشن ان دايننج بقى ستوريج فود ستوريج فود كونتينر وبقى كونتينر ست هي دي الكاتيجوري او الفئة اللي احنا عايزين نبيع فيها فهندوس على سلكت دلوقتي احنا موجودين في الصفحة اللي بنرفع من خلالها المنتج وبنكتب كل التفاصيل اللي موجودة في اللستنج دي بس قبل ما نعمل اي خطوة خالص لازم نيجي على الشمال هنا ونختار اول اتريبيوتز دا معناها ان احنا عايزين امازون تظهر لنا كل الخانات اللي موجودة في اللستنج عشان نقدر نملأ كل البيانات اللي موجودة في اللستنج ومنسيبش اي حاجة لو انا مسلا علمت على الحاجات الريكوارد فهنلاقي ان امازون مش طالبة مننا ان احنا نكتب كل المعلومات في اللستنج فمهم جدا ان احنا ندوس على اول عشان يكون ظهر لنا كل الخنات اللي موجودة في ونكتب فيها كل المعلومات اول حاجة امازون بتسألنا هل المنتج ده ليه او ليه تفريعات او اختلافات يعني مسلا المنتج اللي احنا عايزين نعمله ونبيعه ليه مسلا اكتر من حجم او اكتر من لون ولا لا لو احنا هنبيع منتج واحد بس فهنختار نور ولو احنا حابين ان احنا نعمل المنتج ليه او ليه مسلا اختلافات معينة فهيظهر لكم فيديو من فوق شرحت فيه ازاي ان احنا ممكن نعمل الموضوع ده بالتفصيل تاني حاجة امازون بتطلبها مننا ان احنا نكتب البركود اللي احنا اشتريناه الخاص بالمنتج ده وانا بنصح دايما ان البركود اللي احنا نشتريه نشتريه من شركة GS1 لو احنا بنبيع في السوق الامريكي فهنختار من هنا UPC لو احنا بنبيع في السوق الاوروبي فهنختار ال EAN طب في حالة ان احنا عايزين نعمل listing بس مش عايزين نشتري باركود فهنعلم على الخانة اللي موجودة هنا اللي مكتوب فيها I don't have a product ID وامازون مش هتطلب مننا اي باركود تالت حاجة مطلوبة هنا وهي البرودك نيم وده هو عنوان المنتج بالظبط اللي بيكون ظهر بالشكل ده لو هاجي مثلا على الليستنج دي واطلع فوق هو ده بالظبط البرودك نيم او التايتل او عنوان المنتج ولو رجعنا على امازون وحطينا الموس هنا هلاقي ان امازون كاتبة هنا ان التايتل المفروض هنكتبه او اسم المنتج مايبقاش اكتر من 100 كاراكتر فخلينا مثلا نتخيل ان ده التايتل اللي احنا عايزين نكتبه فهاخده copy من هنا وهي هاجي مثلا على مكان فاضي ابتد ان انا اكتبه هنا بس في نقطة مهمة انا حابب ان انا اقولكو عليها امازون كانت كاتبة ان احنا ماينفعش التايتل بتاعنا يكون اكتر من 100 كاراكتر وكاراكتر مش معناها حرف خلينا اديكم مثال اول كلمة هنا مكتوبة دي متكونة من 7 حروف وهنا برضو تاني كلمة متكونة من 7 حروف ده معناها ان احنا مستخدمين 14 حرف بس المسافة اللي موجودة هنا برضو امازون بتعتبارها كاراكتر ففي الحالة دي احنا مستخدمين 15 كاراكتر فدي نقطة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها وانتو بتكتبوا اسم المنتج ان امازون مش طلبة 100 حرف لا برضو المسافات بتتحس بان هي كاراكتر فخلاص هناخد التايتل ده كله copy وهنكتبه على امازون بس في شوية ملاحظات بسيطة حابب ان انا هقولها على اسم المنتج ده اول حاجة هنلاحظها ان احنا هنلاقي ان التاجر صاحب المنتج ده كاتب اسم البراند بتاعه في اول الطايتل وده الحقيقة سؤال بيجيلي كتير جدا هل الافضل ان احنا ما نيجي نكتب اسم المنتج بتاعنا نكتب اسم البراند في بداية الطايتل ولا ما نكتبوش عشان نعرف الاجابة الصحة على السؤال ده فخلينا اقول لكم ان في اكتر من مكان في الليستنج ممكن نكتب فيه بيانات زي مثلا الطايتل ده اول مكان فيه مكان تاني مثلا اسمه الـ description بيكون فيه وصف المنتج ففيه اماكن كتير بس اهم مكان موجود في الليستنج عندنا واقوى مكان وهو الطايتل او اسم المنتج فمهم جدا ان احنا نكتب ونحط اهم الكلمات اللي بتوصف المنتج بتاعنا في الطايتل ومش بس كده ده غير كمان ان الطايتل هو اهم مكان في الليستنج فأهم مكان موجود في الطايتل نفسه هو اول سطر او اول مثلا خمس او ست كلمات فمهم مهم مهم جدا فعلا ان اهم الكلمات اللي بتوصف المنتج بتاعنا وعليها بحث كويس تكون مكتوبة في اول الطايتل لو احنا لسه بنبتدي جديد على امازون فبالتالي البراند بتاعنا محدش يعرفه ولا فيه اي عميل قبل كده شافه فانا بشوف ان احنا لو كتبنا اسم البراند بتاعنا في اول الطايتل فالكلمة اللي هتكون موجودة دي مش مفهومة للعملة والعمل قصة مش هيفهمه ايه قصد الكلمة دي ده غير كمان ان المساحة اللي هنكتب فيها اسم البراند بتاعنا المساحة دي مهمة جدا جدا كان ممكن ان احنا نستفيد بكلمة تانية تكون مثلا بتوصف المنتج بتاعنا فلو احنا لسه جودات في البيع على امزون فبالتالي ان احنا نكتب اسم البراند بتاعنا في اول الطايتل مش هيكون احسن حاجة او مهمة جدا ان الناس تبتدي ان هي تعرف المنتج بتاعنا وتعرف اسم البراند بس فيه اماكن تانية في الليستنج ممكن نكتب فيها اسم البراند تاني نقطة ودي برضو مهمة جدا جدا ان انا زي ما قلت لكم ان اهم ما كان في الطايتل هو يعتبر اول خمس او ست كلمات فمهم جدا ان احنا نيجي بعد الخمس كلمات دول ونعمل مسافة وبعدها نكتب الشرطة دي وخليني برضو امسح اسم البراند ده فالحركة اللي احنا عملناها دلوقتي ان احنا بعد اول خمس كلمات عملنا الشرطة دي ده بيساعد ان المنتج بتاعنا يكون ظاهر على محرك البحث على جوجل تالت نقطة في الطايتل برضو انا ما بحبش ان انا افصل ما بين الجمل بالكومة او الفصلة اللي موجودة هنا انا بحب ان انا امسحها وايه اكتب برضو شرطة ان احنا نفصل ما بين الجمل بالشرطة دي ده بيخلي الطايتل او اسم المنتج بتاعنا يكون مريح للعين بالنسبة للعملاء ويخليهم ان هما يقروا اسم المنتج للاخر ويعرفوا كل المواصفات اللي موجودة في المنتج. فخلينا ناخد اسم المنتج ده كوبي ونروح على امازون ونبتدي ان احنا نكتبه هنا. بعد كده امازون بتسألنا هنا على اسم البراند اللي احنا عم بيع من خلاله. وهنا برضو في نقطة مهمة. ان دي لو اول مرة لينا ان احنا نعمل لستنج ونرفع منتج على امازون. لو جينا هنا كتبنا اي اسم براند فامازون مش هتقبله. وامازون هتكتب لنا ان احنا لازم ناخد موافقة الاول من امازون عشان نقدر نستخدم اسم البراند ده في الليستنج. وهسيب لكم برضو في الوصف تحت الفيديو ده لينك الفيديو شرحت فيه ازاي ان احنا ممكن نعمل الموضوع ده وناخد موافقة من امازون عشان نستخدم اي اسم براند احنا عايزينه في الليستنج. فلو احنا اخدنا موافقة من امازون احنا نستخدم اسم براند فخلاص هنكتبه هنا. بعد كده امازون بتقول لنا هنا. بما اننا ان احنا كتبنا هنا ان انا اي دونت هافا برودكت اي دي. يعني انا مش عايزة استخدم بر كود في الليستنج. فامازون بتقول لنا ان احنا لازم ناخد موافقة منها برضو عشان نعمل الموضوع ده. فهندوس على من هنا عشان ناخد اعفة من امازون ان احنا منستخدمش البر كود. واصلا اول ما دوست على لقيت امازون بتقول لي خلاص ان دي من جرر ما عمل اي خطوة. وبعد كده هندخل على تاني صفحة وهي صفحة اللي من خلالها بنكتب سعر المنتج اللي احنا عايزين نبيع فيه. انا دلوقتي جوا صفحة أوفر اول حاجة مطلوبة مننا هنا هي وهنلاقي برضو حاجة تانية مكتوبة هنا اسمها سيل برايس. طيب الفرق ما بين والسيل برايس. لو جينا بصين على المنتج ده فهنلاقي ان مكتوب هنا ان سعر المنتج ده كان تسعة وتلاتين دولار تسعة وتسعين والسعر ده م perspective والسعر الحقيقي اللي المنتج ده بيتبيع به حاليا هو تسعة وعشرين دولار وتسعة وتسعين سن. فمهم جدا برضو احنا بنعمل الليستنج عندنا ان يكون فيه سعر اغلى ظهر للعميل بس السعر ده مشتوب عليه وفيه سعر تاني احنا بنبيع به والسعر ده هيكون ارخص عشان العميل يحس ان فيه خصم معمول على المنتج ده. فهنرجع على امازون وهنبتدي ان احنا في اليوربرايس هنكتب السعر اللي احنا مش عايزين اصلا نبيع عليه عايزين بس السعر يكون مشتوب عليه فنكتب مسلا اه تلاتين دولار تسعة وتسعين وهنكتب في السيل برايس ان ده السعر اللي احنا عايزين نبيع به مسلا خمسة وعشرين دولار تسعة وتسعين سنة. بس بعد كده امزون هتطلب مننا ان السيل برايس اللي احنا عاملينه ده نحدد له مدة زمنية. يعني السعر ده او الخصم ده هيبتدي امتى? فهنيجي نختار اليوم اللي احنا عايزين بتاعتنا يكون ظهر فيها الخصم ده. فنيجي مسلا نختار سبعة وعشرين ستة. وامزون هتطلب مننا او نهاية الخصم ده هتكون امتى? هنا في نقطة مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منها ان التاريخ اللي هختاره هنا يكون بعد فترة كبيرة عشان مسلا لو انا خليت التاريخ ده بعد شهر من دلوقتي مسلا يوم خمسة وعشرين سبعة ممكن بعد شهر انسى ان الخصم ده ممكن يتلغي وده هيؤثر عندي في المباعات. فخلي مسلا الخصم ده ينتهي مسلا آآ شهر واحد الجاي. فيبقى عندي فترة كبيرة قادر اخد بالي منه. وامزون برضو بتسألنا على وبرضو ده مش السعر اللي احنا هنبيع بيه. دايما يا جماعة احنا هنبيع بقى اقل سعر احنا كاتبينه في الليستنج. فاقل سعر مكتوب هنا هو خمسة وعشرين دولار تسعة وتسعين سنت. ده السعر اللي هنبيع بيه. فهكتب برضو في هنا ان هو هو ننزل للخطوة اللي بعدها وامزون بتسألنا يعني حالة المنتج اللي احنا هنبيعه. فطبعا هنختار هنا نيو ان احنا المنتج اللي احنا هنبيعه مش مستعمل هو منتج جديد. ونيجي بعد كده على نقطة مهمة مهمة جدا وهي يعني اقصى كمية العميل يقدر يشتريها في الوردر الواحد لو احنا سايبنا هنا فاضية مسلا وعملين خصم بنسبة كبيرة فمسلا ممكن ييجي منافس لنا يشتري مية قطعة او يشتري مننا مسلا تسعة وتسعين قطعة ويسحب كل المخزون بتاعنا. فانا بحب ان انا اخلي ان هي تكون خمسة بحيث ان اقصى كمية اي عميل يقدر يشتريها ما تزادش عن خمس قطع. وبرضو انا سبت فرصة مسلا لو في عميلة عايز يشتري قطعتين او تلاتة. ننزل بعد كده على حاجتين تانيين ودول برضو يا جماعة مهمين جدا. مسلا لو في عميلة عايز يشتري المنتج بتاعنا كهدية والهداية دي مسلا تروح لحد تاني مش للعميل مسلا تروح لاخو العميل. فلو احنا جينا هنا امزم بتسألنا المنتج بتاعنا ينفع يتبع ان هو كهدية فهندوس يس نختار ا. وتاني حاجة امزم بتسألنا هل المنتج بتاعنا ملفوف في لفة هدايا مسلا حتى لو المنتج بتاعنا مش ملفوف في لفة هدايا فهندوس برضو على ياس ونقول اه واصلا امزم هي اللي هتلف المنتج بتاعنا وتغلفه في لفة هدايا فاحنا ببساطة ان احنا نكتب ياس على الخنتين دول فاحنا كده بنزود ميزة مهمة جدا وهتكون ظهرة في الليستنج عندنا ان امزم هتقول للعملة ان المنتج ده ان انت تقدر تشتريه كهدية فدي حاجة نقدر نستفيد بيها ببلاش من غير ما نعمل اي حاجة فخلاص هندوس على ياس هنا وبعد كده نيجي على حاجتين مهمين جدا جدا الوفر start date والrestock date امزم بتسألنا هنا اليوم اللي احنا عايزين نفتح فيه الليستنج بتاعتنا او بمعنى اصح المنتج بتاعنا امتى بالزبط العملة يقدروا يشتروا في حاجة على امزم اسمها honeymoon period الhoneymoon period دي بتبقى فترة زمنية بتدي من اول ما المنتج بتاعنا او الليستنج بتاعتنا تكون مفتوحة ويكون عندنا مخزون والليستنج بتاعتنا تكون خلاص ينفع العملة يشتروا المنتج بتاعنا من خلالها. محدش بيعرف بالزبط الفترة دي بتبقى مدتها قد ايه بس علنا شفته ان الفترة دي بتوعد من 3 اسابيع لحد 5 اسابيع من اول ما الليستنج بتاعتنا تكون مفتوحة. طب ايه بقى اللي بيحصل في الهانيمون بريود او في الفترة دي? الفترة دي من اول ما تبتدي امازون هتساعدنا بشكل كبير جدا جدا ان هي توصل المنتج بتاعنا للصفحة الاولى لاهم الكلمات. يعني مثلا في الايام العادية بعد ما الهانيمون بريود دي بتخلص. لو في كلمة مثلا احنا عايزين نوصل للصفحة الاولى عليها. فمثلا لو هنعمل اعلان على الكلمة دي. مثلا ممكن الكلمة دي نكون محتاجين عشرين بيع تيجي من خلال الاعلان اللي معمول على الكلمة دي. عشان نوصل للمنتج بتاعنا ان هو يكون موجود في الصفحة الاولى. في الهانيمون بريود بقى ان نفس الكلمة دي اللي احنا محتاجين في الايام العادية عشرين بيع عشان نوصل للصفحة الاول عليها لأ في الفترة دي احنا مسلا ممكن نحتاج عشر باعات. فاللقصده ان امازون بتساعدنا في الهانيمون بريود ان هي توصل المنتج بتاعنا للصفحة الاولة على اهم الكلمات وبما ان الهانيمون بريود دي بتبتدي من اول ما يكون عندنا مغزون والليستنج بتاعتنا مفتوح. فالنهار ده مثلا خمسة وعشرين ستة. لو المغزون بتاعنا مسلا هيوصل بكرة لو يوم ستة وعشرين. واحنا ما حددناش هنا التواريخ. فبكرة اول ما المغزون يوصل الليستنج بتاعتنا هتكون مفتوحة للعملة والهانيمون بريود هتبتدي. ولو احنا لسه مش مخلصين الليستنج او لسه ما كان منهاش لسه مسلا ما رفعناش السور كلها او لسه مسلا ما كتبناش الوصف وهكذا. فللأسف احنا كده مش هنعرف نستغل الهانيمون بريود فمهم جدا جدا ان احنا نيجي هنا ونكتب اي تاريخ بعيد مسلا اجي هنا اكتب مسلا تاريخ بعد خمس شهور مسلا مسلا في شهر تسعة واول ما المغزون بتاعنا يوصل لمخازن امازون والليستنج بتاعتنا تكون كاملة وخلاص جاهزين ان احنا نبيع المنتج هندخل على الليستنج وهنبتد ان احنا نعدل التاريخ ده وهنخليه مسلا في اليوم اللي احنا عايزين نبيع فيه اه مسلا هو النهار ده يعني خمسة وعشرين ستة ونفس الكلام برضو هنطبقه في الخانة اللي بعدها هنا واخر حاجة امازون بتسأله لنا هنا هو ان احنا المنتج ده هنشتغل عليه بنظام الاف بي اي ولا بنظام الاف بي ام يعني احنا هنبيع المنتج ده وهنخزن البضوع بتاعتنا في مخازن امازون فخلاص هنختار اف بي اي اي لكن لو احنا اللي هنشحن المنتج بنفسنا للعملة فهنختار هنا الاف بي ام دي كل الحاجات اللي موجودة في صفحة فندخل على الصفحة اللي بعدها وهي صفحة الكيوورد هنلاقي هنا ان مكتوب حاجة اسمها سيرش تير الكلمات دي احنا بنسميها الباك اند كيوورد الباك اند كيوورد هي الكلمات اللي احنا عايزين نستخدمها في الليستنج عندنا بحيث لو اي عميل عمل سيرش او عمل بحس باستخدام الكلمات دي يلاقي المنتج بتاعنا بس في نفس الوقت الكلمات دي ما تبقى الظهر للعميل في الليستنج وبرضو الفيديو اللي موجود تحت في الوصف اللي شرحت فيه ازاي ان احنا نبحث على الكلمات اللي عمنا بتستخدمها شرحت فيه بالتفصيل يعني ايه ال back end keyword. طبعا في ال back end keyword احنا بنحاول نكتب فيها كل الكلمات اللي احنا معرفناش نستخدمها في الليستنج. يعني في الليستنج عندنا بيكون فيه اربع اماكن ممكن نكتب فيهم كلمات. اول مكان في الليستنج خلاص عرفناه وهو التايتل او اسم المنتج. تاني مكان هو او وصف المنتج اللي ظهر هنا. وتالت مكان بيكون اللي احنا لو نزلنا لتحت مسلا في الصفحة لحد هو ده بالزبط او الوصف الخاص بالمنطق. فدول التالت اماكن اللي موجودين في الليستنج رابع مكان هو ال back end بس زي ما قلتلكو المكان ده مش بيكون ظهر للعملاء. فخلاص هنرجع على امازون وانا هنا هكتب اي كلمات وخلاص دي الحاجة اللي مطلوبة مننا في صفحة الكيوورد. فندخل على الصفحة اللي بعدها وهي الامجز او من خلال الصفحة دي هنبتدي ان احنا نرفع صور المنتج. ولو جينا بصينا هنا هنلاقي ان امازون بتسمح لنا ان احنا نرفع لحد تسع صور بس في نقطة مهمة جدا. خلينا مسلا ندخل على المنافس ده وهدوس ان انا افتح الصور من هنا. لو جينا عدينا الصور اللي موجودة هنا هنلاقي ان هو فعلا مستخدم تسع صور بس مش كل التسع صور بيكونوا ظهرين في الليستنج من بره. يعني لو جينا عدينا الصور اللي ظهره من بره هنا هنلاقي بالزبط ان هما سبع صور. فلو احنا يا جماعة هنستخدم تسع صور في الليستنج عندنا على امازون لازم نبقى عارفين ان اخر صورتين رقم تمانية ورقم تسعة مش هيكونوا ظهرين للعملة من بره لازم العميل يفتح الصور ويكبرها عشان يشوف اخر صورتين دول. فاهم الصور اللي بتوصف المنتج بتاعنا لازم يكونوا موجودين من اول سبع صور ما يكونوش في الاخر. فهنرجع على امازون وهنبتدي ان احنا نرفع الصور بتاعتنا من هنا. بس اول صورة هنا هي او الصورة الاساسية للمنتج وهي اساسي من امازون ان الصورة دي تكون على خلفية بيضة. فهندوس على ابلود وهنبتدي ان احنا نرفع الصور دي على امازون. والصور دي هتكون ظهرة في الليستنج بنفس الترتيب اللي موجود هنا. يعني دي تاني صورة هتكون ظهرة ودي تلت صورة. لو انا مثلا حابب ان تلت صورة دي اخليها مثلا هنا. فهدوس هنا على السهم ده. فخلاص انا نقلت ما كان الصور. ندخل على الصفحة اللي بعدها وهي الديسكريبشن. ودي اللي بيكون موجود فيها الوصف الخاص بالمنتج ده. هنلاقي ان اول حاجة امازون طلبها مننا هنا هي البروداكت ديسكريبشن. طيب ايه هو البروداكت ديسكريبشن ده? لو جينا مسلا على المنافس ده ونزلنا في الليستنج هنلاقي في حاجة اسمها برووداكت ديسكريبشن وهو ده الوصف الخاص بالمنتج او ده المكان اللي هيكون ظهر فيه الوصف اللي احنا هنكتبه. فخلاص اخد الكلام ده كله كوبي وهبتدي ان انا ارجع على امازون وهحط الكلمات اللي انا عايزها او الوصف اللي انا عايزه في البروداكت ديسكريبشن هنا. وبرضو فيه سؤال بيجيلي كتير خلينا اديكم مثال. لو احنا مسلا جينا على منافس تاني ونزلنا نشوف البروداكت ديسكريبشن بتاعه بداية من هنا هنلاقي ان البروداكت ديسكريبشن او الوصف عنده مش بس كلام زي الراجل التاني اللي هو ده. لا ده فيه سور وبرضو فيه كلام. طيب ازاي ممكن نعمل الموضوع ده. الوصف اللي فيه سور اللي قدامنا ده اسمه اي بلاس كونتنت. وعشان نعمل وصف زي ده بالزبط اللازم يكون عندنا علامة تجارية بتسجيلة على امازون. وبرضو هسيب لكم لينك الفيديو شرحت فيه ازاي ممكن نعمل علامة تجارية في الوصف تحت الفيديو ده. فخلاص هنرجع على امازون تاني. وبعد كده امازون بتطلب مننا ان احنا نكتب الكي ودي احنا بنسميها البوليت بوينتز. طيب البوليت بوينتز دي بتكون ظاهرة فين? لو دخلنا على اي برضو وطلعنا فوق خالص في البداية دي هي البوليت بوينتز. هنلاقي ان دي اول عندنا ودي مسلا تاني واحدة ودي تلات واحدة. في معظم او معظم الفئات على امازون بتسمح لنا ان احنا نستخدم لحد خمسة بوليت بوينتز. يعني مسلا المنافس ده ادي واحد اتنين تلاتة اه فعلا عنده خمسة بوليت بوينتز. فخلينا نتخيل مسلا ان دي اول بوليت بوينت عايزين نعملها. فهنيجي هنا وهنكتبها في اول خانة. وبعد كده عشان نضيف تاني بوليت بوينت هندوس على اد مور. وعشان نضيف تلات واحدة هندوس على اد مور. لحد ما يكون عندنا خمسة بوليت بوينتز. اخر حاجة امازون طلبها مننا هل في اي تحزير بخصوص المنتج? يعني مسلا المنتج ده بيشتغل بالكهرباء او المنتج ده مسلا بيكسر او سكينة هي حدة مسلا. فلو احنا بنبيع منتج عادي جدا زي منتج ده منتج خشب مفوش اي حاجة خالص ومعنوش اي تحزير. فهندوس هنا وهنختار او المنتج ده مفيش عليه اي تحزير. وبعد كده هندخل على الصفحة اللي بعدها. بس هنلاقي ان الصفحة دي المعلومات اللي موجودة فيها احنا اصلا ما ينفعش نكتبها. او المعلومات دي اصلا مش مطلوبة مننا. يعني مسلا لو جينا هنا هنلاقي امازون بتسألنا على آآ كسافة البطارية دي. طب احنا بنبيع منتج عادي خشبي مفوش بطارية. فبالتالي اي معلومة هنا مالهاش علاقة بالمنتج بتاعنا مش هنكتبها. ومعظم المعلومات اللي امازون بتطلبها هنا بتكون مسلا للمنتجات اللي فيها آآ بتشتغل مسلا ببطارية وهكزا. زي مسلا امازون بتسألنا هنا عدد البطاريات اللي موجودة في المنتج. فخلاص هنشوف لو في اي معلومة امازون طلبها نكتبها ولو مفيش هندخل على الصفحة اللي بعدها وهي الفايتال انفو. اول حاجة امازون طلبها مننا هنا وهو اسم مصنع المنتج ده. فانا مسلا في الحالة دي هكتب برضو اسم البراند بتاعي مسلا. اكس مسلا ده اسم البراند. وبعد كده امازون بتطلب مننا المودل نمبر في المودل نمبر هنا هنكتب اي اسم هيكون اسمه بسيط عادي جدا. عشان بس يوصف المنتج ده. يعني لو جينا مسلا على المنافس ده. ويدوسنا على سيمور. هنلاقي مسلا هو المودل نين بتاعه آآ هو يعتبر اسم المنتج وحاطة اسم البراند بتاعه. فمسلا لو احنا بنبيع آآ فمسلا ممكن اكتب بس كده عادي. اي اسم بيوصف المنتج يعني. وبعد كده امازون بتسألنا على يعني المنتج بتاعنا ده متكون من كم قطعة. يعني جوه او علبة المنتج ده هيكون موجود كم قطعة. فلو احنا مسلا بنبيع زي دي ومعها قلم فكده احنا عندنا قطعتين. فيجي اكتب هنا ان احنا عندنا اتنين. وبعد كده امازون بتسألنا على او البلد اللي تصنع فيها المنتج ده. طبعا في الحالة دي لو احنا مصنعين في الصين فبرضو لازم نكتب ان احنا مصنعين المنتج ده في الصين. نفعش مسلا المنتج يكون متصنع في الصين ونكتب ان هو مسلا متصنع في امريكا. فهنختار هنا مسلا او الدولة المنتج ده متصنع فيها. بعد كده امازون بتطلب مننا حاجة اسمها خلينا نديكم مثال. لو احنا مسلا بنبيع ازازة مية وساعة الازازة دي مسلا واحد لتر فهنيجي نختار هنا او نوع ده هيكون مسلا لتر فخلاص انا هنا حددت ان الواحدة لتر وهاجي اكتب هنا ان او العدد نفسه مسلا هيكون واحد فلو احنا بنبيع منتج مالوش اي ساعة مالوش اي حاجة زي مسلا نوتبوك زي دي فهاجي اكتب هنا في برضو واحد واخلي طيب هنا امسح بس لتر دي واخليها كلمة عادي جدا ان انا مسلا ببيع قطعة واحدة او مسلا قطعتين بعد كده امازون بتسألنا على الايتم طيب او نوع المنتج ده فهنا برضو هنكتب اسم بسيط للمنتج يعني مسلا المنتج ده هو اه او بيحطوا فيها الاكياس بلاستيك فهكتب مسلا زي بلوك باج او ارجانيزر هاخد الكلمة دي كوبي وهارجع على امازون اكتب الكلمة دي في الايتم طيب وبرضو هكتبها في المود النام عادي جدا بعد كده امازون بتسألنا على المكونات او الحاجات اللي بتيجي مع المنتج السؤال ده بيتسائل بس في فئات معينة فمسلا في الحالة دي ممكن اختار ان المنتج ده مسلا بيجي مع باج او شنطة او ممكن اكتب اي حاجة تانية من عندي فهاختار مسلا باج هنا وبعد كده امازون بتسألنا على بس دي في حالة ان احنا مسلا بنبيع تشارت او بنبيع لبسة على امازون هنيجي بعدها على الكولور وهو لون المنتج ده مسلا في الحالة دي اه اللون ده مسلا بامبو او مسلا براون فهنكتب مسلا براون. اخر حاجة امازون بتسألها هنا في الصفحة دي هي ودي معناها عدد الكاراتين اللي هيكون موجود في هالمنتج. يعني مسلا لو احنا هنبيع المنتج ده والمنتج ده هيتشحن في كارتونة واحدة هنيجي نكتب هنا واحد. ولو مسلا المنتج بتاعنا هيتشحن في اكتر من كارتونة يعني مسلا في اجزاء كتير ومتقسم على اكتر من كارتونة فنيجي تختار مسلا هنا اتنين او تلاتة او على حسب يعني العدد. وبعد كده هندخل على اخر صفحة مطلوبة مننا في وهي هنا في الصفحة دي برضو بنكتب اي معلومات اضافية تخص المنتج بتاعنا بس مش كل المعلومات اللي موجودة هنا او كل الحاجات اللي امازون طلبها ينفع نكتبها. يعني مسلا زي السؤال ده ومش متعلم عليه بالاحمر اللي هو احنا المنتج بتاعنا اصلا ما فيوش قماش او حاجة. فحاجة زي كده هنسيبها فاطية. هنلاقي برضو ان امازون بتطلب مننا توريخ تانية وهي وبرضو التوريخ دي هنعملها نفس معاملة التوريخ اللي شفناها قبل كده. فانا مسلا هخلي التوريخ دي مسلا شهر تسعة يوم واحد تسعة. وبرضو هعمل نفس الكلام في بعد كده هننزل تحت ونشوف ايه المعلومات التانية المطلوبة مننا هنلاقي امازون طلبة مننا هنا امازون بتطلب مننا ان احنا نكتب مقاسات المنتج ده. يعني مسلا لو احنا هنبيع المنتج ده والمنتج ده مسلا بيتشحن العميل في شنطة. فامازون طلبة مننا مقاسات المنتج ده مش مقاسات الشنطة. فهنيجي نكتب هنا المقاسات بس في نقطة مهمة ان احنا لازم نكتبها بالانش. والمقاسات دي بتكون الطول في العرض في الارتفاع. وبعد كده امازون بتسألنا هنا المقاسات اللي هنكتبها هنا هي مقاسات كارتونة اللي بيكون جواها المنتج مش الكارتونة اللي بنشحن فيها كل المنتجات. دي بس نقطة مهمة حبيت ان انا اوضح فبرضو هنكتب هنا الارتفاع وهنكتب هنا الطول وهنكتب هنا العرض وهنختار برضو ان المقاسات دي هتكون موجودة بالانش وطبعا لو احنا بنبيع في سوق مثلا بيستخدمه مثلا زي السوق المصر بنستخدم الصنطي فخلص هنكتب الصنطي عادي فهستخدم الانش هنا وبعد كده امازون بتسألنا على الوزن المنتج ده جوه الكارتونة بتاعته فهنكتب الوزن هنا والوزن ده هيكون بالباوند اللي هي الالبي وهنبتدي ان احنا ننزل ونقرأ كل المعلومات اللي موجودة ونشوف ايه هي المعلومات اللي فعلا مطلوبة مننا وينفع نكتبها يعني مسلا هنا امازون بتسألنا الكير انستركشنز فمسلا لو في اي تحذيرات تخص المنتج ده المفروض نكتبها هنا يعني مسلا لو احنا بنبيع تشيرت والتيشيرت ده مسلا ماينفعش يتغسل على درجة حرارة عالية فهنكتب المعلومة دي في الانستركشنز هنا فلو نزلنا برضو هنلاقي ان في معلومات اصلا مش مطلوبة مننا زي المنتج ده اصلا مش بيشتغل بالكهرباء فدي حاجة هنصيبها فاضية بس هنبص على الحاجات اللي تخص فعلا المنتج بتاعنا زي مسلا السؤال ده المنتج بتاعنا ينفع يدخل غسلة الاطباق ولا لا فلو ينفع هنختار ياس ولو ماينفعش هنختار وبعكية امازون بتسألنا المنتج ده ينفع يدخل مايكرويف ولا فبرضو اي معلومة فعلا ينفع نجاوب عليها وتخص المنتج بتاعنا مهم جدا ان احنا نكتبها وبعد ما نخلص كل حاجة ونتأكد ان احنا ملينا كل البيانات اللي امازون طلبها مننا هننزل لاخر الصفحة وهندوس على save and finish وبكده نكون رفعنا اول منتج لينا على امازون وخلصنا الليستنج وبعد ما ندوس على save امازون هتاخد حوالي من 20 ل 30 دقيقة عشان تظهر الليستنج عندنا في الحساب فكده احنا خلصنا فيديو النهاردة وعرفنا فيه ازاي نعمل اول ليستنج لينا على امازون وعرفنا ايه اهم الحاجات اللي موجودة في الليستنج اللي لازم نكتبها فلو عجبكم الفيديو فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد بيه لان تشجيعكم ده بيفرق معي ولو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات او على جروب الفيسبوك وهسيب لكم لينك الجروب في الوصف تحت الفيديو واشوفكم الفيديو الجاي سلام